لأن العطار في ده بيبقى عنده لعيب مهاري وسريع فبيبقى يحتاج لعيبة معينة فهو لما اطلع بره المركز بتاعه شوفنا برضو اختلقه هو ادى وكل حاجة بس يعني كان مش على المستوى المطلوب في المركز ده فهنشوفه النهاردة في مكانه الاساسي ان شاء الله هو من لعيبة الكويسة وجنبه كمان احمد عبدين في تفاهم لانه لعبه فترات كبيرة مع بعض فان شاء الله يعمله مبارات كويسة طرق فوز في الناحي الشمال ويوسف جمال ان شاء الله بإذن الله اهم حاجة برضو زي ما احنا بنكرر ودائما بكرر في البدايات وبداية المباراة الخط الدفاع لازم العب السهل والعب الكرة السهلة اللي بخليك تكتسب الثقة من البداية الحاجات الكوري الزيادة والفزلكة الزيادة دي بتبع على حساب فرقتك لان انت اخر خط في الملعب وفي نفس الوقت بتفقدك الثقة فاللعب السهل في البداية ان شاء الله يقدي إلى مستوى كويس ومبارات كويسة من الحاجات اللي بتلفت نظري دايما كابتن حشيشة دكتور سابت ودائما بشدد عليها هي الملاعب اللي بتقام عليها المباراة في جميع الدوريات النادي الاهلي بص شوف الملعب يعني الملعب وحوالوة الارضية الملعب والنجيلة وحاجة بتساهل على اللاعب انه يقدر يطلع الموهبة اللي عنده فده شي محترم جدا من اهتمام من النادي الاهلي ببلعب الملعب حتى شاف المدرج اللي بيتم انشاءه ده لسه عايز اقول يعني تحت التشطيب دلوقتي يعني خلال شهور بسيطة جدا ده بيقام تحته غرف ملابس جيم استشفى وكمان هتكون اماكن مريحة للجلوس ونادر يا اسامة ان انت تلاقي ملعب للناشئين في مدرجات على مستوى مصر كلها والاهم المدرجات ارضية الملعب طبعا اه طبعا دي ارضية الملعب دي نمر واحد لان كورة يعني ملعب عنصر اساسي لو ما فيش ملعب كويس اولا فيه اصابات مش هتشوف كورة كويسة اللاعبها مش تقدر تنفذ المطلوب منها في الملعب هتلاقي بساطة مقطوعة هتلاقي كورة بتتقلش كورة بتجلي اصابات جمدة فنمر واحد واساس كورة القدم هي الملعب نادي الاهلي بيهتم بالملعب مع ان الملعب عليه ضغط انما الحمد لله واضح ان الصيانة بتاعته كويسة فكرة طبعا المدرجات دي من الحاجات المحترمة جدا جدا ان شاء الله بعد ما تكمل هتدي شكل كويس قوي ناقص بقى اللعيبة تضر بقى اللعيبة بقى ان شاء الله يعني ادي الملعب كويس ان شاء الله نشوف اداء كويس نادي الاهي موفر كل شيء علشان يبقى في نتيجة في الاخر بإذن الله الملعب ده كمان يا كابتن ابسامة كان من حوالي 3 او 4 سنين ما كانش بالشكل ده ما تشعرش اه كان بصراحة كان بيبقى في حاجات اه كان بيبقى في رامل وكده لا دلوقتي واضح الترميم اللي اتعامل اهل مدينة ناصر بشكل كويس جدا والاهتمام بتاع النادي الاهلي بالملعب وانا اتمنى ان يبقى فيه كمان اكتر من ملعب يعني دي حاجة عندينا عندينا فيه ملعب للتدريب فيه 3 ملعب فوق ده ملعب للمباراة بس يرثي ملعب للبراعم والاكاديميات اه فدي حاجة بتفرق مع الولد وبتفرق مع الاهالي بتاعت اللعيبة اللي جاية وبتفرق مع قطاعات الناشين لان قطاع الناشين في اي فرقة هو الاساس اللي بيمد الفريق الاول طب دكتور سابت السلاثي خط الوسط ده اهم حاجة في المباراة ده اللي بيقدر يتحكم في رتم المباراة احمد وحيد احمد خالد كباكة عبد الرحمن فارس السلاثي ده هو المعتاد انه دايما بيلعب كان بيدخل عليهم برضو يوسف ساد عبد الحفيز موجود النهاردة على دكة البودلاء شايف السلاثي النهاردة ازاي يبتدي النهاردة الشكل ازاي اشتركوا في القناة